مساء النور والهنى على احلى جمهورنا قبل ما نبدأ ياريت نصلى على سيدنا محمد عليها افضل والسلام وما تنسوش تدعموني باللايك وكمنت الحلو ويلا بسرعة نشوف قصتنا النهاردة قصتنا النهاردة حلوة جدا 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 اللي كاتبتنا الجميلة دعاء احمد يلا نشوف احدث هبتك كلم عن ايه يا لهوي يا لهوي انت بتقول ايه عبد الرحيم عايز ستفن بنتك بالحياة حرم عليك بتقولي ايه يا سعاد انت كبرت وخرفت ولا ايه هو الجواز بقى دفن بالحياة لما تتجاوز من الراجل اللي كان هيتسبب في موتك يبقى بتدفنها بالحياة وانت عايز انا اعمل ايه افضل واقف وتفرج على نجم وهو بيدمر شغلنا العدو اللي بينه وبينه لازم يبقى لها حد وهو اللي عرض علي الموضوع ده وطلب القرب منها سعاد قعدت واتكلمت بحدة وخوف قلت لك مت مرة بلاش تدخل ولادي في المشاكل بتاعتك زمان اول مرة شفتك خفت لما شفت هدومك عليها احمر وخفت يطول ولدنا قلت يا بيت وماله اه هو قذر بس طيب ولا عمرها يتسبب في ازيدك ولا ازيد عيالك لكن مع العشرة خفت اكتر يجي اليوم اللي الولد هم كمانين غرسوا في الجزارة كنت بخافة على عز منك وبعدت عن شغلك لكن شروق كانت عنيدة وطول عمرها بتشوفك بتعمل ايه هو بتعمل زيك عمرها ما خافت وكأنه عادي كنت خايفة عليها لما كانت بتقف معك لكن البنت طال عليك ما بتخافش بس مش هسبها تتجاوز ابن نجم انت فاهم كله قلناها تتغرز في اللي انت في ده طل عمرها انت نسيت ولق نجم ده كان هييت تم ولادك ودلوقتي مستأمنه على بنتك خلاص يا سعاد كفاية انا خلاص ادي تكلمة وبعدين شروقها تتجاوز البش مهندس بدر وتسافر معاه وانت عارفة بدر مالوش في شغل الجزارة وعلى طول في السويس وهو قالك انه عايزها البدر ما قالش المين كأنه بيقول لي انه عايزها نسبك مش مهم المين بس ننهي العدوة دي ومن امتى الحد دي بتحدي في كتاكيد هو ايه غرضه من موضوع الجواز ده لأنك ما هيستفد كتير لو نسبته تم هو ممكن يكون عاوزها لعمر ابن الكبير اللي مغرز مع في اللي لدي وكل شغله في الجزارة يلا هو لو فكر في كده عمر انت جاي تفكر دلوقتي انا هيجرى لي حاجة وعمر ما بيخافش من حاجة ولا من حد وحلنجي يعني وانت واقف كده يعرف ازاي ياخدك تحت طوعه المشكلة دي مش في عمر المشكلة في بنتك البنت بتكره نجمي من يوم ما شفته هو كان بيحاول ينهى حياتي وهي شيلة القره لي واكد مش نوياله على خير والمصيبة لما فتحتها في الموضوع وقالت انها موافقة وكمان مش عايزة تتجاوز بدر هم موافقة على العمر هم مش عايزة تقعد بعيد عنهم مش عارف شرق نويال ايه انت تكلمت معها قبل ما تقوليه وهي بتحضر للفتر الصبح اتكلمت معها والغريب لقيتها موافقة وما اعترضتش وش رق لما بتتكلم بهدوء كده بعرف اني في مصيبة انا خايف تكون بتفكر في حاجة نندم عليها يا فرحتي بيكيمتا وهي يا عبد الرحيم صحيح هي هتجيبه منين ما هي طلعلك اقول ايه بس يا رب ارحمني برحمتك وفي قودة شرق كانت قاعدة قدام المراية بتسرح شعرها ووراها قاعدة ناهد بنت خلتها بتتكلم معها وهي مصدومة انت تهبلتي يا شرق بقى بترفض المهندس هو موافقة عادية تتجوز الجزر هو مين عمر الليك كله يعرف انه مفتري زي ابوه يخرب بيتك انت دماغيك تلحس تولى ايه لا يا ناهد انا دماغي توزن بلد وبعد انفكرت انا لو اتجاوز تبادر حفظ القاعدة هنا لا احببتي ابوها يخلي وراه لحد ما يخدني معه السويس ويبعد نخلص عنهم بس بعينه لسه فكرة يوم الخناءة كبيرة اللي ابويا كان هيروح فيها على ايد الكلب الاسم نجمدة شايفه وهو بيعلم على ابويا ونوع على خلاصه هو فاكر لما اتجاوز ابنه هيقدر يهدي الدنيا جايز جايز ابويا نسه وقرر يقفل الموضوع علشان خايفة علي انا وعيز بس انا منستش لسه فكرة ومش هسيبه من غير ما دفعه التمنغلي اوي علشان ده يحصل لازم افضل قريبة منهم هو بينهم وعارف كل حاجة عنهم هو مش خايفة ده جاوزي حبيبتي تقدري تقوليلي هل هتتقبل يا عمر ده انت لما بتشوفي قدرا يومك بيتعقر ما بالك بقى لما يبقى جوزك ما تقلقش علي نجم سبل ابويا الاختيار انه بيقول له انا هشتري منك بهيمة مش مهم من بقى اللي هياخدها بس ما يعرفش انه هو وقع تحت ايدي وفاجري يوم جديد شروق خرجت من قضتها كانت لسه صحية راحت ناحية الحمام لكن وقفت على سوت امها اللي تكلمت بحده ست شروق انت صحيتي اخيرا عايز اتكلم معاك ولا ما بقش عندك وقت هدخل بس اخدش يا ماما ونتكلم انا قلت عايز اتكلم معاك دلوقتي والله خلاص ما بقى لش كلمة عليك بقيت ماشي على كيفك في يا ماما في اعلى الصبح عالقوي يا شروق واللي كانت على صوتك كمان علي هي دي اخر التربية تليكي صحيح انت هجي بمنين ما انت طلع على ابوكي دي مغموة سويسة في يا ماما استهدي بالله انا عملتي ايه مع الصبق كده قادي قادي تسعد على الكنبة واشروق قدامها انت موافقة على جوزك من ابن نجم ايوة يا ماما موافقة بيت مجنينيش موافقة ازاي يعني موافقة تدخل بيتهم وتبقى واحدة منهم وانت اكتر واحدة عارفة انهم عيلا شرانية وكمان على مين على عمر يا بيت انت ايه قلبك ميت مش خايفة على نفسك ولا وقفتك مع ابوكي قسة قلبك طبعا لا الال خاف علي انا انت فكرك انها بقى مرتاحة وانت متجوزة ابنه عمر شرب من نجم يا شروق يا بنتي ما توجعش قلب معك وترفض العيلة دي ولو انت رفضتي ابوك لا يمكن يوافق او يعمل حاجة انت مش عايزها واقول لك سيبك من عمر وشلي من دماغي ووافق على بدر واتجوزه وسفري مع السويس بدر طالع هادي الام انا كنت عارفة هالله يرحمها مزي ام عمر علشان خطر يا شروق ارفضي وعمل بعدها اللي انت عايزها انت بتقولي ايه يا ماما انت عايزاني انسى كده فجأة الا انك ما عمله في ابويا هو بعد ما جيتلي الفرصة انه ادوق من نفس الكاس تقولي لأرفضه ده ايه لا طبعا يبقى نوي على شر يا بنت عبد الرحيم شر ايه بس يا ماما هو بعد انت تعبى نفسك بالتفكير ليه سيبيها على الله هو بعد عمر رغم ان الكلام حاولي كتير لكن في ناس بتقول انه شهم انت فكرك كده هرتح يعني هو بعد شهمته ده تعملي ايه لما يقزوكي خلص بقى يا ماما ما تنسيش ان انا بنت المعلم عبد الرحيم يعني يوم ما يفكر حد اني يقزيني يبقى نوع على موته استهدي بالله بقولك صحيح عايزي جاي من اسكندريا النهاردة عايزي اني جهز له اكل كده من بتوعك ماشي يا شروق همشي معك للاخر بس ما تجيش شايطي ليه بعد كده ربنا ياخدك يا نجم ويخلصنا من شرق شروق قامت اخد الدش ورأيها ما تغيرش بعد كلمها مع امها دماغها نشفة ومسررة يمشي في طريق مش عارفة انهيته ايه الوقت عده بسرعة شروق كانت وقفة في المطبخ مع امها وهم بيجهزوا الغداء لان عزة اخوها راجع من السفر جالها اتصل منه وقال لها انه هيتأخر شوية على ما يوصل وابوها كمان كلمها وقال لها انه مش هيتغدى معهم ماما بابا مش هيجي يتغدى بيقول في عنده شغل كتير بس ده لازم ياخد الدواء بتاعه ولازم ياكل ابوكي بينسى نفسه في الشغل يارب ارحمني بقى خلاص مش مشكلة انا اخد له الغداء والدواء وهروح له تروحي فين معلش يا انا هروح فين يا ماما هروح له المحل لا اعمل حسابك مفيش خروج ليه هو انا صغيرة وبعد انهي اول مرة روح ولا ايه ماما ما تخليش الموضوع اياه يخلي دماغك توسوسلك ما تخافش علي هو بعد اما نعلته البروح واللي هخاف دلوقتي يلا يلا هعبي لي الاكل وانا هدخل اغير نشف ان دماغك ده تتعبنا يا بنت عبد الرحيم وفي المحل عمري كان قاعد مع نجم في قوضة المكتب نجم بجدية وهو بيدخن الشيشة تفتكر عبد الرحيم هيوافق على موضوع الجواز عمري ابتسم وحت رجل على رجل وسندرعه للمكتب المعلم عبد الرحيم بيحب بنته ولو علي هيخليها تعنس ولا يسلمها لك بس هو برضو عائل وعرف انه لو رفض المشاكل اللي بنا عمرها ما هتوقف هو من مصلحته انه يوافق والاكيد انه هيخلي بدر ياخدها معاه ويبعد عننا والله عندك حق يا عمر مع اني اتمنى انها تفضل هنا عايزها طول الوقت تبقى موجودة علشان ابوها ما يتجرقش يعمل حاجة كده ولا كده لان ساعتها هدوس عليها وهو هيخف عليها انا شايف ان الموضوع ده لازم يتقفل علشان نفوق لشغلنا والتجارتنا اللي تعطلت الفترة اللي فاتت وبعدين المعلم عبد الرحيم كبر لق يا ابني عبد الرحيم لسه قوي ورجلته كتير ويقدر يعمل لنا مشاكل علشان كده لازم نكسر شكته ما تقلقش هو ما يقدرش يقف قصدنا لا هو ولا رجلته ده كده هيروح فيها وهو عائل وفاهم ان ده هيخسرنا كلنا على العموم سيب الموضوع ده انها ام اشوف الدكتور علشان الاختام وماله وبعت لحد من الصبيان يغير لحجر الشيشة ده عمره خرج من المكتب وراح يشرف على الشغل لكن وهو بيتكلم مع واحد من الصبيان شاف زيدي اللي كانت رايحة ناحيته وعلى وشها ابتسامة طب رح انت دلوقتي الشاب كان هيعترض لكن لما شاف زيدي هزي الرسوم مشى عمره بجدية نعم يا زيدي جاي هنا ليه مش قلتلك قبل كده رجلك ما تخطش هنا ولا انت خلاص بقيت تمشي على هواك لأ طبعا بس انت وحشتني وغبت عني كتير وانسيتنا خالص هو انا ما وحشتكش ولا ايه يبقى تفضل عقله وما تعملش حاجة من دماغك علشان ممكن المرة الجاية اتصرف تصرف ما يجيبكيش منعناية بس الكلام ما ينفعش هنا مشى زيدي وفي نفس الوقت شروق كانت وصلت للمكان كانت نزلت من التاكسي وكملت الطريق ماشي لكن وهي مشى شافت عمره خارج مع زيدي شروق بصت لزيدي بكبرية ورفعت عينيها بصت لعمر اللي ما خدش باله منها تقريبا ووضح ان زيدي تعرف شروق قبل كده زيدي بغيز اف اف من البنت دي رفع من اخرها السماء هي واهلها عمره بص نحية شروق اللي كانت بعدت يلا يا زيدي امشي انت دلوقتي حاضر شروق وصلت لمحل الجزارة بتاع ابوها وابتسمت وهي شايفة قاعد بيتابع الشغل وراحت نحيته بهدوء لكن لما عبد الرحيم شافه قلق شروق قالت سلام عليكم وعليكم السلام شروق في ايه ايه اللي جابك جيت عالشان اجيب لك الغداء انت قلقتي كده ليه ولا نتحرم عليها اجي هنا تعالي نقعد في المكتب جوه بدل الوقفة اللي ملهاش عزدي دخلت مع ابوها للمكتب وقفلت الباب وراها عبد الرحيم قال بجدية ما كانش اللي لازمة انك تيجي لأ طبعا ازاي انت ما خدتش دواك ولازم تتغدى وكمان عزة قال انه هيتأخر وهيجي على بالليل يعني كنت هعط في البيت اعمل ايه تبعودي يا شروق هنتغدى سواء على فكرة هو مالو بس عودي هنتكلم كلمتين ماشي يا معلم اتكلم يا سيدي ايه قرارك الاخر يا شروق ما تغيرش كتير يا بابا يعني اقول لنجم اننا موافقين ويجي بكرة ونعدنا اتفق شروق سقطت للحظات بيتفقر وبعدها هزت رأسها بالموافقة ايوا يا بابا خلي ييجي انت عارفة اننا ندمت اني كنت معتبرك ولد انا حتى عملت معك اللي ما عملتش معايز اخوك ولو كنت سيبتك في البيت مع امك ولا خليتك تيجي هنا كان زمن نقفلنا الموضوع ده لكن من وانت صغيرة كنت تيجي وتشبط فيا انك تيجي معايا وتفضلي دايما معايا وقلبك بقى جامد بس يا بنتي لازم تفهمي ان الانسان لازم ينسى ويسامح لأنا لازم اعمل كده طب وبالنسبة النجم اللي كل يوم بيحاول يوقعك يا بابا نجم اللي بسببه تجارتنا تعطلت سنة تقريبا واسمك بسببه نهز في السوق طب سيبك من كل ده انا الفلوس بالنسبة ليه ولا لها اي ايمة لكن لما حاول يعمل معاك كده ازاي ازاي عايزني انسى يا بابا انا كنت وقفة وراك وشايفة بيقرب منك والشر بينفانيه لأ يا بابا مش هنسى الا لما اخلي يندم الف مرة مش هنسى الا لما خلي يفهم ان البناء ادمين مزي المواشي طب وعمر انت نسيتين لول عمر كان زمانك بتقرع علي الفتحة لول عمر اني وقف ابو في الخناء زمانيها كان زمانك من الوقتي بيتقرع علي الفتحة انت بتتكلم وكأن هعمل جريمة يا بابا لأ يا حبيبي انا عمر ما هعمل حاجة تأذيني او تأذى حد ما له الزم انا بس هايزة بقى قريبة منهم اعرف هم منوين على ايه نجم بلوي كتير وظلم ناس كتير واكيد هيقع تحت ايدي اي مصيبة من اللي عملهم وبعد انت بتتكلم عن سي عمر وكأنه ملك بجنحات لأ يا حبيبي عمر لما اعمل كده كان علشان يلحق ابوه بدل ما يلبسه مصيبة وبعدين لو هو كويس هيبين كل حاجة هتبين يلا بقى علشان نتغدى ويسيب بقرة لبقرة محدش عارف مخبي ايه وبعدين مش جايز عمر يبقى كويس فعلا واحبه عبد الرحيم بس الها بدي وهي ابتسمت يلا يحجيك انا جهانة كيف ايه كلام بقى في الموضوع ده وخلينا نسيبها على الله وقفت طريق زيزي كانت ماشية لكن وقفت لما شخص قرب منها واتكلم بمكر منعم قال منور السوق يا زيزي مش بنشوفي كياني وبعدين عايزة تمشي كده على طول قبل ما نعمل معك الواجب ده حتى يبفى حقنا ولا المعلم عمر موصك ما تقفش في السوق ازايك يا منعم بس هونا لو مجيتش السوق ما تسألش عني كده انا قلت انك مش عايزة تشوفي حد لانك لو عايزة اقل حاجة كنت كلمتيني في الموبايل بس انت تقلن علي وخلاص المعلم عمر اكل الجو طب ايه هنقف نتكلم في الشارع كده ولا ايه لأ طبعا اتفضلي في المحل تشرب ايه اي حاجة ساعة منانية زيزي دخلت المحل وقعدت على الكرسي ومنعم قصدها بقولك يا منعم انا ملاحظة السوق هادي والمعلمين اليوم من دول كل واحد في حاله غريب ياني اصدق المعلم عبد الرحيم والمعلم نجم هو في غيرهم اللي كل يوم نسمع صبيانهم عاملين مشاكل والله عندك حق بقى لهم مدة كده ما فيش اي حاجة وده يقلق خلينا نفكر ان واحد فيهم بيفكر يخلص على التاني بس واخد جنبه علشان لو جرلوا حاجة يقول انه ماليش علاقة وانهم اتصافوا تفتكر مين اللي ممكن يعمل كده ما انت عارفة المعلم عبد الرحيم دايما بيكون رد فعل واللي بيبدأ المعلم نجم وشكلنا هنسمع خبر موت المعلم عبد الرحيم قريب هي ريت يا منعم هي ريت ما اقول ابتكرهي للدرجة دي لا مش هو انا بكرهي البنت بنته اللي فاكرة نفسها بنت زواد ورفع من اخرها في السماء ما تعرفش انا بكره شروق دي قد ايه بس بصراحة امر 14 والسوق كله بيحلف انها بميت راجل وتربية المعلم عبد الرحيم بجد تب اقول لك ايه بقى انا عايزة اقرص ودنها مش فاهم يعني عايزة حد من رجالتك يعمل لها مشكلة يعني ارصد ودن صغيرة كده علشان تفوقه تعرف مقامها والمقابل اللي انت عايزه وبعضين احنا مش هنروح من بعض بعيد ومالو من عناية انها ام دلوقتي ونبقى نتكلم بعضين ماشي وبالليل في بيت المعلم عبد الرحيم شروق كانت قادمة عايزة اخوها اللي رجع من اسكندرية وفضله يتكلمه ويغلسه مع بعض لكنه لما اعرف بموضوع عمر اتضايق وحاول يقنعها لكنه رفضت تسمع كلامه وغيرت الموضوع بسرعة بقولك ايه ما تيجي نعمل فرحي وفرحك في يوم واحد شروق ما تجنينيش وبعضين انا فرحي كمان شهر انت بقى مستعجلة على ايه اللي اسمعك يقول انك وعف حب القزار ده هو مالو قزار ما ابونا كمان قزار يا ساز بت اتكلم عيدل وبعضين انت عايزة تجنينيني من امتى وانت بتتكلم كده عالنجم ده انت كل ما بتسمعي اسمه كنت تفضلت حسبنا عليه ما خلص بقى يا جدع هو بعضين انا اصلا مش عايزة تجوز معاك انا دخل انام ابوك بيقول ان نجم هيجي بكرة وهو اكلمه من شوية وقال له انه موافق تمام يا عز تصبح الاخير عز استغرب من طريقتها وهي دخلت بسرعة عودتها متجهلة انها تتكلم مع حد وفي بيت المعلم نجم نجم بدهشة انا مش مسد بقى عبد الرحيم موافق انا كنت مستنى انه يرفض لا وكمان موافق على عمر ده شكله مستبيع بنته على الاخر انا عايز افهم انت ليه ما قلتلوش انك عايز بنته البدر مش ليا مجاش في بالي وكنت متوقع انه هيفهم انه قصد على بدر مش عليك وقلت انه طبيعي هيبقى عايز بدر البنته وتبعد عننا بس بصراحة هو فاجئني مش عارفة بيفكر في ايه عبد الرحيم ده بس يا با انت عارف انه مليش في الموضوع الجواز ده انت بقرة قبله وتقوله انك قصد بدر لأ طبعا ما ينفعش عبد الرحيم لو حس اننا بنلعب ببنته هيرفض واحنا الفترة ده عندنا شغل كتير ومش عايز نواجع دماغ وبعدين يعني ايه ملكش في موضوع الجواز ده يعني شرق دي مش شبهي وبعدين انا عايز واحدة دماغها شغالة واحدة عندها رأي تبقى تحت طوعي اه بس مش ضعيفة ولا انت فاكر انها موفقة على الجوازة دي ده تلقى ابوها هو اللي جبرها على الجواز وزمنها دمعتها على خدها انا بقى بتعب من النوع ده عمر ما تنشفش دماغك وفكر وخلينا نكسب وانشغل دماغنا وشغلنا وبعدها يا عم عايز تتجوز عليها انت حر ولك انها موجودة انا نزل دلوقتي بس الافضل انك تكلموا وتفاهموا اللي حصل عمر نزل وراح لزيزي اللي لحظت انه متعقر وتاني يوم في سوق الخضر شروق كانت بتتسوق لحد ما اشترت اللي هي عايزة كانت ماشية وعايزة توقف تاكسي لكن ما كانش فيه تاكسيات كانت ماشية في السوق لكن كان فيه اتنين ماشيين وراها صباح الخير يا مرون جلسيه استغفر الله العظيم يا رب على الصبح فيه منك ليه مستقصدني من الصبح ليه ونمشي لك بلاد يا مزة وحية امك وإيه كمان يحلتها منك ليه ما تيجي نوصلك اهنا تعرف على الجميل وبعدين الجميل تقلن علينا ليه بس ده احنا هنرديك وما لو يا اخويا وانا كمان هنرديكم قوي شروق بدون ما تتردد الاعد جزمتها وبتهوروا مسكة واحد فيهم ودته على دماغه والتاني بصلها بدهشة ما نرد فعلها والناس بتبص عليهم وهي ما اهتمتش يا ربي تكون مردي والله ما نسايبك النهاردة ست من السؤالة دايقك ولا ايه شروق امالها كم بجر شكله اشكال عايزة دفن بالحية الرجالات لموا على الشباب وصحبه جرى بسرعة وهو خايف وفعلا الرجالة اموا بالواجب وبالقدر عمر كان قريب من المكان قبل شوية شافها ولاحظ ان الاتنين دول كانوا بيضايقوها وكان ناوي يدخل لكن رد فعلها كان مفاجأ لي ابتسم ابتسامة جانبية وهو بيبصلها وشايف الناس مزهولين من اللي هي بتعمل نهاردة شروق كانت وقفة قدام الميرية وكانت سمع صوت ترحيب ابو هالنج اللي وصلوا البيت من اللي حظت قليلة علشان يتفقوا فاقت من شرودها على صوت ناهد سرحانا في ايه هسرح في ايه يعني ولا حاجة ايه رأي شكلك اده حلو شكلك امر بدرف ليلي تمامه هو بعض ان انت امر من غير حاجة ما شاء الله ما لمحك حلو قوي واحلى حاجة فيك عيوني كلنهم وان رمشك طويلة طب انت كمان زي الامر مش قلق انا يا شروق لا هو مش فارق معي اوي اني اقلق او اخاف يا رب نص ثقتك دي المهم دلوقتي يلا عشان تطلعي العصير شروق خرجت معها وراحت نحية المطبخ لقت والدتها وقفة بتبكي وهي سندرسها ماما انت كويسة في ايه بطايتك دليه بايتها لخبتك اللي موقعنا في الجوزة الهباب دي هين علي اطلعت رد نجمي ده هو وابنه واقول له ما عندناش بنت للجوزة بس انت دماغك نشفة وتعباني معاك خلص بقيا خلتي استهدي بالله وبعد نعدي الليلة دي على خير وبعدها هنبقى نتكلم دول في الاول والاخر ضيوف المعلم عبد الرحيم واحنا اهل واجب خلينا نعدي الليلة دي على خير وبعد نبقى نتكلم ماما ما تخفيس صدقيني وبعدها انا مصغيرة انا مش هطاق الصبع لك علشان عارف اخرك ومحدش هي عارف يعقلك بس خليك فكرة انه حذرتك علشان مجيش طاياتي لبعد كده فهمه ام لي انها عيات لمين انا لي غيرك يا سوسو طب والله بحبك طب يلا يا بنتي خد الصنية دي وخلينا نطلع الشرق هزة رسها بالموافقة وهي بتاخد منها الصنية وبتخرج من المطبخ وفي الصالون نجمي كان بيتكلم بعشان مع عبد الرحيم وكأنهم خلص بقى اهل وكأنه نسى فجأة كل اللي عملوا قبل كده عمري كان بيتكلم معهم عن السوق والشغل ما يعرفش لي قرر يغير رأيه ويجي مع ابوه رغم انه قاله انه يكلم المعلمة عبد الرحيم ويفهمه انه كان قاصد بد لكن لما شفها في السوق غير رأيه شرق دخلت بمنتهر او السقة وعينها عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا عروسة شرق حطت السنية من غير ما تقدم لكن لقت نجم بيمدي ايده بيسلم عليها بصت له بقره ونفور ازايك يا شرق يا بنتي شرق وهي بتوعى جنب ابوها بخير الحمد لله معلش مش بسلم نجم اتحرج وقعد وعمر قال ده مش نتكلم في التفاصيل ولا ايا معلم عبد الرحيم بدأوا يتكلموا ويحددوا كل حاجة واتفقوا ان معد الفرح بعد او اسبوعين وده اللي خل شرق تتخض لانها ما كانتش متوقعة انهم يتفق على فترة بسيطة هي قومة كانت شعيزة وقت طويل لانها مش حبة اصلا تتعرف على عمر لكن اتخضت ان نجم عايز الفرح يتم بالسرعة دي عبد الرحيم كان معطرد لان فرح عز بعد شه وخطب من سنة تقريبا فازاي بنته تتجاوز قبل اخوها بالسرعة دي نجم فضل يحاول يقنعوا انهم عايزين يفرحوا لكن المعلم عبد الرحيم اصر انه ياخد وقت يفقر وهيبلغوا بعدها وبعد سأل لربع تقريبا من الكلام والنقاش عمري بجدية اظن دلوقتي اتفقنا على كل حاجة ونقرأ الفتحة ولا ايه على بركة الله هايز كان متضايق من القادة كلها وانصدم انهم عايزين يعملوا الفرح بالسرعة دي ولو لان الشرق كانت مواصية انه ما يعملش مشاكل في القادة دي مهما حصل كان ممكن يتهور عليهم كلهم قروا الفتحة والشرق بتبص العمري والنقم وبعد شوية قامت دخلت هي ونهض وفضلوا الجماعة قاعدين عمري كان مركز معها طول القادة وبيحاول يعرف شخصيتها لانه من جواه لسه مش متقبل الجوازة دي وشايف انه فرق كبير بينهم نظرته لها كأنه مستنالها غلطة واحدة علشان يفشك للموضوع لكن هي كانت في منتق الرأة والثقة في نظرتها وكلامها البسيطة وفي قودة شروق ناهد بدهشة انا مش فهمهم مستعقلين على ايه وبعدين اسبوعين هنلحق نعمل فهم ايه وقبل فرحي انا وعزة كمان تفتكلي لي مستعقلين كده معرفش هو مش فرق معي اعرف مالك يا شروق من ساعة ما دخلنا وانتي مش على طبعتك اصلا ما كنتش متوقع ان اليوم ده في حياتي هيكون كده يناهد انت عارفة ساعة عمري اللي قاعد برده بيروح يصهر عندي البنت اللي اسمها زيدي ومن كلامه بره تعرفي انه شارب من نجم كتير كنت دايما شايفة ان ما يستهلنيش غير واحد يعرف امتي وابقى بالنسبة لي اغلى ما عنده تمنتي اللي اخترتي يا شروق ولا خطايتي دلوقتي عيتي اي بس انت فكرك اني ندمان على قراري ده لا يا حبيبتي انا لما باخد قرار بكون واسقة اني مش هرجع فيه ولو رجع بي الوقت هعمل نفس اللي عملته ده بس ساعة كده بيصعب عليك نفسك بقولك ايه سيبك من الغم ده كله تيجي بكرة ننزل نتغدى بره ونضيع بقي اليوم بره تمام يا نهد تب دلوقتي بقى انا كنت عام لحسابي ان انت لا تحضر الفرح الاول ودلوقت شكل الموضوع هيختلف خالص بقولك ايه ايه رأيك نطلب اكل من بره هم شكلهم كده خارجين وماما عام لبط وانا مش بحبه تعالي نطلب حاجة لا يا اختي انا هقوم امشي انا قصلا ما صدقتي ايجي انت عارفة ماما مالها امك هو فيه زيها واقولك كمان مش هنطلب حاجة وهنقوم نعمل اهو تأخير بتأخير بقى هتعمل ايه بصي انا نفس فرز بلبن بصوص الكرامل وممكن نعمل بيزة يلا هقوم اغير شروق ثابتها وامت غيرت هدمها وقرجت بعد دقيق كانوا كلهم قاعدين بيتكلموا وسعد متضايق او غضبانة من رد فعلهم وانهم ازاي خلوا فرحها بعد اسبوعين شروق اتسحبت بهدو على المطبخ مع نهد وبدأوا يحضروا الاكل وفي شقة زيدي كانت بتشيد خصوصا لما خبر خطوبة عمرو الشروق سما فيه المنطقة كلها وكل بقى بيتكلم كانت مصدومة ومش مصدق انه عمرو يخطوب شروق لانه ما قال لهاش اي حاجة بقى رايحي يتجاوز بنت اللي طب ليه انا مش مصدقة حسن ان برجي من دماغي هيتير من ساقة ما سمعت الخبر وان دماغي بتسيح ايه دي يا زيزي مش كده انا برضه اول ما سمعت الخبر دماغي بقيت تضرب اخمس فأزداز بحاول افهم لكن قلت اجا شوفك انا اللي مش مصدق يا عفاق علشان كده بقى لهم مدهدين وما فيش اي مشاكل بينهم وانا اللي كنت فاكرة انهم خلاص هيريحوا على بعض وتاريهم بيتفقوا انهم ما ينهوا الخلاب بجوازهم بس عمر ما قال لش اي حاجة انتهت استهبلي فيها يا زيزي وبعد انهو المعلم عمر من امتى بيقول سروا الحد انتي يا حبيبتي واحدة كان بيجي يعد عندها شوية ويفضفض من هم الشغل وانا وانتي عارفين انهو مش اكتر من كده كنت مستنية اي بقى يعني انتي بالنسبة له زي الدكتور النفسي يجي يحكي له ويقعد ساعت لحد ما يزهق ويلقى حد يقول له كلمة ما لهمش لازمة وبعدها يقوم يمشي فهدي كده وماعلش يعني انتو كنت مستنية من عمر انهو يعمل ايه يتجاوزك يبقى بتحلمي فوق ايه يا اختي دماغك هتسلوحك معلش يعني لو كلام ايه بس دي الحقيقة اللي انتي متأكدة منها ففوق ايه كده وهدي بدل ما تعملي حاجة اندمع لها وبعدين ما في غيرك بيتمنوك اش معنى الجزار ده ولا انت غويزها وبعدين في الف غير ويتمنوا لك الرضا تردي وكلهم معلش يعني متريشين وشغلهم كبير مش واحد جزار سكوتي يا افاف سكوتي انت ما تعرفش عمر هو او جزار بس ما حدش يعرفه قدي بس انا ليه كلام مع تاني اما بقى ست شروق فحسابها يجمع اسكوتي يا اختي ده بنت بمت راجل العيال اللي كنت بعتهم يضيقها في السوق دتهم بالجزمة ولما تعليهم السوق وفرجت عليهم امت لا اله الا الله يعني مش هتعرفي تخدي منها لحق ولا بطل لان اهلها مقويين قلبها الوقت عدى بسرعة وفت عشر ايام وشروق كانت معنى هدته للوقت تقريبا وعمر مجغول في ترتيبات الفرح والشغل وما فيش اي كلام بينه وبين شروق شروق ما كانتش عارفة تتكلم مع والدتها لانها متضيقة من قررتها ومتضيقة اكتر انها مش عارفة توقف عن اللي في دماغها خرجت من قدتها وراحت نحيط المطبخ كانت والدتها قاعدة على الكرسي وبتجهز الغداء شروق قالت انا جاني يا ماما الاكل لسه مجهز شروق بسط لها بقيلة حيلة وقربت منها وقاعدت جنبها هو انت بتعملي ايه انت ايه رأيك شايفاني بعمل ايه ماما بقولك ايه بلا ماما بلازفت انا تعبت من نشفان دماغك يا شروق وطالما بقى انت مصرعة لك ده لا تكلميني ولا لسانك يا خطب لساني طب لو ما كلمتكيش هكلم من يعني هو انا اللي هي غيرك وانا كمان مليش غيرك يا شروق ده اللي مخوفني لو جرلك حاجة لقدر الله انا هعمل ايه ليه بتقولك كده بس من خوفه عليك يا شروق يا حبيبتي انت مش قد نجم ومهما عملتي علشان تثبيتي انه راجل ظلم مش هتعرفي وبعد انتعلي هنا افرد عملت كده فعلا وقدرت تثبيت علي حاجة هترتحي ساعتها لما الناس يقولوا مرت ابنه هي اللي سجنته ولما يقولوا ان عبد الرحيم معرفشي رب ببنته وطلعت غدارة تبسيبك من الناس افردي انك تجوزت عمر ومع الوقت ملت ليه او هو واثق فيك ولما تبقي انت اللي ازيت ابوه تفتكر هيعمل ايه وقبل ما تقوحي معي وتقولي لي انه عمر مش فارق معك سيبك منه هو كمان افرد عملت اللي في دماغك وخلاص وساعتها تعمل ايه هتتطلق يعني خرب في كل الحالات انا لو علي يغر نجب كل واحد يدوره على اللي يشروع انا ما عندش اغلى منك على فكرة انا بحبك اوي يا ماما بحبك اوي وحقيقي اتمنى عيش عمري كله معك بس يصدقيني مش قادرة يا ماما صدقيني مش هارف وبعد نخلص الفرح كمان كم يوم وانا نفسي تكوني معايا انت عارفة انا المفروض انزل اختار فستان الفرح بس مش عايزة اروح مع ناهد نفسي انت تيجي معايا ونختاره سوا علشان خطري لو بتحبيني ممكن ما تزعلنيش لاني محتاجة لك الفترة دي بالذات محتاجة انك تكوني معايا لانك هتوحشني اوي لما انشي من هنا بس يا بت كلام الفرق ده هجيلك كل يوم فكرك ان هسيبك معهم كده بالسهل لا ولا هما مش هيرضوا يخلونا شوفك نعم لان شاء الله ده انا اروح فيهم في دهية ماشي يا فلحة يلا بقى ساعديني علشان نجهز الاكل قبل ما بوكي يجي حاضر يا سيتي القل صحيح استني هوري كلفو استني اللي عجبني لاني محتارة وانتهت الحقي تعملي زي اللي عجبك لا هو جهز اصلا فأتي ليه وانا ليا واحدة صاحبتي بتشتغل هناك وكلمتها تبعت ليا الصور وبسرح عجبني كم حاجة تفرقيني وعلى فكرة ممكن في الصورة يبقى حاجة واما تلبسي بقى حاجة تانية ما هو عشان كده لازم نروح نتفرق في القتلين شروق طلعت موبايلها وفضلت تختار هي وامها وبعد وقت فضلت شروق تعمل كيك وهم بيتكلموا صعد لنفسها وهي بتتفرق على شروق ربنا يديك يا شروق ويساعدك يا رب ويبادعنا كل اللي عايزين لكي القزي وفي بيت نجم درية مرة نجمة التالتة اتجوزها بعد وفاة أم بدر لكن ما خلفش منها عندها بنت سناء عيش معها لكن من غزها الأول درية بتفكير أنا برضو مش فهمة البنت دي نوية على إيه على آخر الزمن بنت عبد الرحيم هتبقى واحدة من العيلة بص يا ماما هي أكيد بتفكر في حاجة ما هو أكيد مش هتوافق تتجوز جزر وهي متعلمة تعلم عالي يعني لو نيتها كانت سلكة كان زمنها دلوقتي مخطوبة البدر مش لعمر بس أكيد نجمي فهم ده كويس بقول لك إيه يا بيت لما يتجوزها وتيجي تقعد معنا اوعي اوعي يا سناء تتكلم كلمة عن تجارة نجمة وشغله دي ممكن تاخد كلامنا من هنا وتروح تقول لأبوها لا ده مش ممكن ده أكيد هو أنت فكرة نهبلة يا ماما ولا إيه ما تقلق إيج بس تفتكري إيه اللي يخلي عمري يوافق إيه تجوزها مع إن عمي نجمة قال أنا عمري كان رفض في الأول ومسرع على رفضه الغريب إيه اللي تغير فيه عمري زكي ومحدش يعرف هو بيفكر في إيه البنت حلوة برضو ممكن تكون حلية فعنية نعم ده على أسسي إن شاء الله عمري مش بيفكر كده يا ماما شاف بنات زي الأمر ومهزوش في شعرة لا يا ماما البنت دي لو حلية فعنه فهي حلية بطريقتها مش بشكلها محدش عارف اللي جاي ما خب إيه بس الأكيد إن البنت دي ما تنفعش تعمل حاجة دايقنا بها ولازم تفهم إن أنا هنا ستة البيت وهي ملهاش كلمة فيه مش يا ماما أنا ها أم أتكلم خطيبي بقى عدى كمي يوم وجيه يوم الفرح شروق خرجت الساعة واحدة مع أمها وناهد وراحوا البيوت سنتر ناهد كانت ملاحظة ألا شروق لكن ما تكلمتش لأنها مش عارفة تقول إيه خلاص النهار ده الفرح والميكوب أرتست كانت بتزبط مك يا الشروق وسعد وناهد قاعدين في الاستراحة وناهد قالت أول مرة أشوف شروق كده الآن من بعد السنوية العامة أقول لك إيه يا نهد خلاص ما بقاش في إيدنا حاجة وهي اللي اختارت ربنا يصلح لها الحال وتنسى اللي بتفكر في ده مين كان يصدق إن الشروق تتجاوز جزر يا خلتي وما لو جزر يا نهد المشكلة مش في إن عمر الجزر الجزر شغلنا زي أي شغلنا تانية أنا زمان وفقت تتجاوز عبد الرحيم وما كانش عندي مشكلة بالعكس كنت مبسوطة لإن كنت عارفة وتجاوزنا بشكل طبيعي جايز في ناس بتستقلب فكرة الجزر دي بس هي مش عبية بنتي ولهم مجزرين ما لهمش حقي يتجاوزوا المشكلة الحقيقة إن عمر ابن نجم وإن الشروق ما بتفكرش في عمر أصلا هي بتفكر في نجم كل تفكيرها إزاي تكسروا ما تزالش يا خلتي مش جايز ربنا ريد لها الخير بالجاوزة دي وجايز يبقى أحسن لها ما حدش عارف الخير فيه ربنا يهدى عمر بس هو الشروق ما تتهورش كده يا رب يا بنتي يا رب وعند عمر كان عند الحلق هو وبدر أخو اللي رجع النهاردة الصبح من السويس بسبب ضغط الشغل ما كانش عارف ينزل قبل كده لكن استغرب إن هو كان ممكن يكون العريس لإنه ما كانش يعرف إن أبونا وأصلا على الجواز من شروق لإن الموضوع جاب سرعة وكان فاكر إن الموضوع من الأول أصلا لعمر لكن حمد ربنا لإنه بيحب بنت تانية وكان ناوي يفتحهم في الموضوع الجاوزة عمر كان سرحان ومش عارف هيعمل إيه مع الشروق لإنهم تقريبا ما تكلموش خالص وكلامهم بسيط لأبعد الحدود الوقت عدة وعمر جهز وبعدها رحل شروق البيوت سنتر وورا عربيوت أصحابه كان منبهر بجمال شروق الحقيقي نظرتها لي كانت قوية وكأنها سحر مختلف ما فيهاش خوف كانت جميلة جدا والفرح كان جميل جدا خصوصا بفرحة ناهد وأصحاب شروق لها هي كانت مبسوطة إن كلهم تقريبا جوم الفرح وبعد الثلاث ساعات صوت الزغاريت كان علي قدام بيت نيك وعمر نزل من العربية وساعة شروق تنزل وطلق الشقة وعبد الرحيم قال خلي بالك عليها يا عمر أوعد زعلها ما تقلقش يا معلم عبد الرحيم بنتك في الحفظ والصوم عبد الرحيم حضن شروق وهي ما كانت شايزة تسيبه ابتسمه هو بيبصرسها وسلمت على عز وحضنته والكل نزل مع ده سعاد اللي كانت حضن شروق أنا عايزك في كلمة يا عمر طبعا تفضلي بص يا ابني كلمة هقولها لك أنا بنت غالية قوي 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 شروق ما في زيها أدب واحترام صدقني لو زعلتها هتزعل قوي ده مش تهديد علشان دماغك ما تروحش بعيد بس خليك فاكر إن بنت عبد الرحيم أهلها في ظهرها طول العمر مش محتاجة تقول يا أم عز زي ما قلت للحاج بنتك في الحفظ والصوم ربنا يهديكم أنا همشي دلوقتي خلي بلك عليها عمر هزر أسو بالموافقة وفعلا سعاد نزلت وودعت شروق ونزلت وعمر قفل الباب المفتاح وبص الشروق اللي ما دياله ظهرها نورت بيتك يا شروق حصل في حلقتنا النهار ده نورت بيتك يا ست البنات شكرا أنا وانتي لازم نعنك كلم شوية بس الأول هدخل أغيري البدلة دي وانتي تغيري فستانك القضاء عندك على إيدك اليمين عمر سبها ودخل القضاء للأطفال وشروق فضلت وقف اللحظات بتفقر إيه اللي ممكن يكون عايز يقولوا لها لكن دخلت قضتها وغيرت ومسحت المكياج وبعد ربع ساعة تقريبا خرجت لقته قاعد على الانتري وبين عليه إنه سرحان وبيفكر في حاجة شروق بصت له باستغرب لكن قعدت قصاده بجدية واتكلمت نعم كلام إيه اللي عايز تتكلم فيه أظن ما فيش حاجة ممكن نتكلم فيها غير جاوزنا ده بصت يا شروق أنا عارف إن لو كنا في الظروف عادية أنا لا كنت فكرت أتجاوزك ولا أنت حتى كنت هتفكر فيه لأن باختصار أنا وانتي مش شبه بعض بس خلاص بقينا في أمر واقع ما فيش مفر منه أنا ما بحبش اللفو والدوران ومن الآخر كده بقره الكد أنا عارف إن الخلاف اللي بين أبويا وبوكي أكيد ما أسر عليكي بس ما فيش حد فينا اختار أنت تولدت بنت المعلم عبد الرحيم وأنا تولدت ابن المعلم نجم كل واحد فينا شارب من أهله لكن خلافتهم جيت علينا إحنا أنا مش بقول إننا ملايكة إحنا كمان تلوسنا بأقطقهم وبقينا شبههم أنا واخد أسوة أبويا لما بيغضب ممكن أعمل أي حاجة في لحظة غضب قصب عني بس دي حقيقة ما أقدرش أنكرها زي ما أنا متأكد إنك أخدت منهم حاجة كتير أيا كان أنا مش عايز منك حاجة كل اللي أنا عايزه إنه ما يحصلش مشاكل وبلش تفتحي في اللي فات لإني مهما كان أبويا عامل مشاكل هفضل ابنه وهفضل عفضهره وعمري ما هسمح فأزيته حتى لو كان مين وبالنسبة لي أنا وانتي أنا محتاجة أعرفك أكتر وانتي مستحيل تعتبريني جوزك بسهولة كده وخصوصا إنه عمري ما كان في بيننا كلام ولا نعرف حاجة عن بعض فخلينا ناخد وقتنا ولا ربنا عايزه هيكون شرق حسد بالدهشة من كلامه وإنه متفهم الموقف كله كان غريب بالنسبة لها كانت متوقعة أن يكون شخص وقع ونسخة منك كانت عارفة إزاي هتتعامل معه لكن أسلوب فاجأها فخلها مش عارفة ترد ولو ردت هتقولي هي أصلا ما كانش في دماغها إنها ممكن تتعرف عليه لكن هو بيدلها الفرصة دي سكتة كده ليه وما له بس لازم تعرف إنه ما بس بش حقي حتى لو ما بروحش للمشاكل بس لو المشاكل قبلتني ممكن أطرب قدني على دماغي كل لإنه مش هسكت لحد إنه يأزيني إنك عارفت دفع عن نفسك ده شيء يفرحني وانه أقوم أنام تصبح على خير شروق كانت سكتة وهي شايفة بيعدي من جنبها وبيدخل قوضة النوم شروق لنفسها غريب فضلت قعدة على الانتري بتفكر في طريقته في الكلام وإنها بتحاول تقفل على غلطة لكن هدوءه ثقت وهو بيتكلم كانوا طبعيين جدا لدرجة إنها صدقت في النهاية إنه صدق في كلامه ودوترها لإنها كانت متوقعة غير كده والساعة عشر الصبح عمره خرج من القوضة بنوم وهو بيدور على شروق لإنه كان متوقع إنها تدخل تنم بعده علشان كده نم على الانتري حرق راسوي من وش مال بدي لكن قرب من قوضة الصالون وهو سمع صوت التلفزيون شغال دخل لأشرق نيمة على الانتري ومسكره مدفئدها خده منها وقفل التلفزيون ووفد الواقف بيبص لها لكن سمها ودخل المطبخ يدور على حاجة يكلها وعمل كوباية شاي وخرج وهو ماسك الكوباية وكان قاعد قصدها وهو بيتفرج عليها الوقت عدد بطء ممل لدرجة إن عمري نما كانه وبعد الضوء شروق قامت بفزع على صوت الجرس الباب بيرين حطت إيدها على دماغها وهي مصدعة لكن استغربت إن عمري نيمة على الانتري وصدها سمعت جرس الباب مرة تانية شروق بصوت وطي عمر يا عمر عمر فتحني وبصلها في إيه في حد بيرين الجرس طب ادخلي جوه وانه هفتع دي تلاقيها مرة أبوية جايب لنا الفطار شروق سابته ودخلته القوضة وعمل راح فتح الباب لأ بدريه وسناء على الباب بدريه قالت صباح يا مبارك يا عريس الله يبرك فيك يا مرة أبوية شكل صحيتكم بس كنت جايب لكم الفطار لإن شوية وحامتك هتجي بالصباحية ادخل يا سناء دخل الصنية سناء دخلت وحطت الصنية على الصفرة وهي بتبص نحية قضة النوم أم الفين العروسة برك لها يا عمر نيمة يا سناء النوم العوافي يلا يا سناء خلينا ننزل علشان نستقبل الضيوف حضر حضر يا ماما نزلوا وعمر إفل الباب ورهم شروق فتحت الباب لما سمعت صوت الباب بيت إفل بصت العمر وهو بيطلع سجارة ادفي السجارة ودي بم نسبة إيه بقى بم نسبة إني بتعم من راحت السجير ولا أقول لك أعمل اللي أنت عايزه أنا هدخل عود جوا شروق كانت سايبة وماشية عمر اتضيق وطفى السجارة وقال مش هدخن تعلي ناكل لإن شوية وفي ضيوف جايين وقريب أنا كمان هيجوي بار كلنا اليوم طويل ما ينفعش نقضي من غير أكل يلا إذا كان كده ماشي قربت من السفرة وقعدت وهو قعد جانبها شروق بصت للأكل وسمت بسم الله وبدأت تاكل بجوع لإنها ما كانتش أكلت حاجة تقريبا في الفرح عمر فضلي بص لها بتركيز ودخل شروق ترتبك اللي سابت الأكله وبصت له بديق مش واكلة بقول لك إيه أنا دلال بنات ده مليش فيه الأكل عندك عايزة تاكلت فضلي مش عايزة ما تقرفينيش إيه الأسلوب ده وبعدين أنا مش هارفة كل وانت بتتفرج علي كده اللقم مش هتنزل كده اتفضلي كلي وانا هاكل معك يكشن خلاص كان بيه افطر معها وهو بيرقب تحرقتها العفوية كانت حقيقي جميلة شروق لمت الأكله وقامت تدخله المطبخ وبعدها دخلت غيرت ولبست درسة استقبال وبعد ساعة أهلها جوم يبر كلهم لكن شروق ما كانتش عارفة تتكلم مع والدتها خالص بسبب إن كان فيه ضيوف كتير وبعد ما مشيوه عمر نزل شقيت أبوه سمعت صوت جرس الباب راحت تفتح لقتها بدرية في وشها بدرية بصت لها بتعلي صباح ينبرك يا عروسة هي بارك فيكي بدرية دخلت بدون ما شروق تقول لها تتفضل وسنق دخلت وراء أمها شروق بصت لهم وإفلت الباب بدرية قالت على الله جول بيت يكون عجبك سنق قالت بتعلي خدي بالك الشق قديم تكلفة كتير قوي وكل حاجة فيها غالية هو ماله مال غالية للغالية يا مرة عمي وبعدين أنا مش متجوزة عمر علشان حاجة أنا برضو بنت المعلم عبد الرحيم يعني الحمد لله شبعنا والحاجة دي شكليات اللي يبوصلها يبقى جعن وعني ما يملهاش غير الطراب تقصد إيه يا بنت انت وبعدين انت فاكرة نفسك ست البدة ولا إيه ولا فاكرة أن عمر ليه حاجة هنا لا يا حبيبتي فوقي أنا جاي بس أفهمك الكلمة هنا كلمتي أنا وعمر ده آخره يشتغل وينفس كلام أبوه وأنا بكلمة واحدة من النجم يخلى عمر يرجعك لأبوك النهاردة وفضح تكتب أب جلاجل أظن فهمه وعمر ما يقدرش يعصي كلمة لأبوه مهما كان عايزك طب ما توريني شطرتك يلا بسرعة صدقي أنا خفت بقولك إيه إيه رأيك نندل عمر ونسمعه الكلام ده ويا سلام لما يعرف إن مرتبه بتتكلم عنه كده في غيابه ياه لا بلا عليكي نديله ولا أنزلنا نديله أنا في الخدمة برضو لعبي غيرها والفدحة دي تبقى لك أنت وبنتك اللي جاية فكرة نفسها هتقدر تلعب بيها وانا هاخفي عيني ده أنت بجحة بقى وشكل سعد معرفتش تربيكي كله إلا أمي أنا الحمد لله متربيك ويسقوي على أقل مش بوشين مش بقى في قدام حد احترمه ومن وراه بسب فيه الأيام جاية كتير يا بنت عبد الرحيم وصدقيني أيامك في البدة هتبقى غمى على دماغك وقرى يبقى وي هخرجك منه شرق ما ردتش وبدريا نزلت مضغزة منها وبعد ما نزله سنقلت بدي بقى نجعنا بنت الله والله هم أنسي بها يا ماما أنت تسكتي خالص أنا هعرفها شغلها بدريا دخلت شقتها وسمعت صوت عمر قاعد مع نجم بيتكلموا نجم بصلها مالك يا بدريا البابوزك كده ليه وبتبرطم كده ليه ما فيش يا نجم ما فيش هو أنا معرفكش ولا إيه البابوشك ليه مانا لو تكلمت كلمتها تقف الزور ما تتكلم على طول في إيه في إن الستة هنم اللي انت بلتنا بها بتقل أدبها علي وفكرة نفسها ست البيت عمر قال بدي يعني شو قالت أدبها عليك أم لها تكذب يعني وانا شاهد على كلامها شاهد علي إيه بقى بدريا كانت هتتكلم لكن عمر قال معلش يا مرطبويا أنا عايزة أسمع من سناء هي سناء شاهد علي إيه الشرق هي ما تنطقي ولا بتفكر في السيناريو تحكهولي هي السلام يا ساعمر بقى من أولها كده بتزعق لبنتي علشان الدهية اللي انت جايبها النادي ده بين إنها سممت ودنك من أولها هقول إيه ما هي بنت عبد الرحيم بدريا اسقوتي خلص لو هي قلت أدبها عليك قولي إيه اللي حصل لا تسكت إزاي ما شغلها إنها عايزة توقع البيت في بعضه وتقط تتفرج بقولك إيه يا مرطبويا من دلوقتي ملكش علقة بشروق ولا عايزة أسمع إنك تشكلت معها لإني مش نايمة على وداني وفاهم كل شخص حوليك ويس قوي هما لو يا عمر بدريا سابتهم ودخلت المطبخ وعمر بص الأبو بديء قدري نبتدينا المشاكل من أولها ما تشغلش بالك بالحاجة دي إنت عارف بدريا عايزة تفرد نفسها على مراتك وتحسسها إنها الكل في الكل والحاجة دي طبيعي سباك بقى من الحاجة دي وركز معي الفترة الجاية الشغل عندنا كتير ولازم نفق له نعد بس الإزبادة وإنت تنزل الشغل على خير إن شاء الله أنا هطلع دلوقتي لإن احتمال حد يجيب من أصحابي بريكلي وماله عمر كان طلع شقته لكن موبايل ورن طلعوا لقى إن زيزي بتتصل بيه بص نحية شقته ورجع بص للموبايل بديء ورد عليها ألو عمر أنا عايزة أشوفك عمر قاعد على السلم ورد بجدية ليه هو إيه اللي ليه عمر عايزة أشوفك وخلاص هو لازم يكون في سبب أيوة زيزي من وقت ما عرفتك وإنت عارفة إن ما بكلمكيش إلا بسبب وإنت كمان تبنى متضايق يا عمر هو عايزة أشوفك أظن ده سبب للأسف مش هقدر وبعد إن انت ناسي إن فرحي كان مبرح ولا إيه يعني مش هتيجع لشن الهنم بتاعتك لقيا زيزي مش عالشن الهنم بتاعتي أنا عمري ما وعدتك بحاجة هو لجد جنبك إنت عارفة إن اللي كل اللي بنا كنت إن بحب أغفضفض معاك وأتكلم زي زي أي حد تاني إنت دخلتني بيتك بس الفرق بقى إن كنت بعقلي وألف مرة قلت لك ما بحبش الأسلوب ده ولا بحب حد يعلصت علي ويتكلم معايا طب حقك علي زيزي أنا تجوزت بس أنت مش بتحبها حتى لو أظن مش من حقك تتدخلي طلعيني من دماغك يا زيزي علشان أنت مش في دماغي أصلا وإنت عارفة كده كويس قوي سلام عمري قفل المقال مبدي هو طلع شاقته الشروق كانت قاعدة في قضة النم وقفل الباب هو بتتكلم مع والدتها وبتحكي لها الموقف اللي حصل سعاد قالت ما كانتش اللي لازمة ترد عليها كده يا شروق يا ماما أنت ما شفتش اللي اسمها سنق دي كانت بي تتكلم ازاي غير اللي اسمها بدرية دي خلص بقى اقفل الموضع ده المهم أنت تعشيتي مالش نفس مش عارفة أكل هنا براحتي ولا عارفة تحرك براحة حسن نفسي متكتفة معلش يا حبيبتي ده طبيعي في أول الجواز بس لازم تأكل أنا حط أكل في التلاجة ومكلي تمام يا سيسو بقولك هبقى كلمك فيديو بكرة الصبح مش يلا خلي بالك على نفسك ما تيقلقيش علي سلام عمري كان سامع قزء من مكالمتها مع والدتها خبط على الباب شرق قامت فتحت له عمري دخل أخد هدوم له ودخل ياخدش من غير ما يتكلم معها دقيق وكان خارج قعد في البلكونة شرق قالت أنا بسخن أكل مش عايز تاكل لا مش عايز أنا هدخن يريد تدخل جوه بدن بتتعبي من رحة السجاير شرق فضلت تبصله اللحظات وبعدها دخلت المطبخ كانت هتاكل لكن رجعت الأكل التلاجة تاني لحد ما جرس البابران وعمري خرج يفتح لأبد رخو ومع صاحبه شرق قدمت لهم العصير ودخلت قضتها عمري فضل يتكلم معهم لحد ما الوقت تأخر وصاحبهم كأنه مش عايز يوم شرق كانت بتتكلم مع هندا عن ميسنجر لحد ما نمت من غير ما تحس والموبايل فائدها عد حوالي نصف ساعة كمان لحد ما أخيرا صاحبهم مشا بدر قال معلش أنت عارف سيف لو فتح في كلام مش بيزكت ما فيش مشكلة يا بدر أنا كده كده مش رايح شغل بكرة فعادي طب قوي صحيح هي مراتة بونا دي عملت إيه أنا سمعت إنها تشكلت مع مراتك حورت حريم المهم أنت رجع السويس إمتى أنا واخد أجهزة أسبوع وبعدها رجعتاني المهم سيبك من الكلام ده وشوف مراتك زمنها زهقت من القعدة دوه يلا تصبح على خير يا عريس وانت من أهل الخير بدر نزل وعمر إفل الباب وراء ورح نحيض القوضة فتح الباب بهدوء لكن لأها نايمة دخل وإفل الباب وراء وقرب أخذ الموبايل من إيدها وحطه على كومدينو جنبه وفضل قاعد يبص لها وهو بيفقر إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل وجوازهم ده هينتهي بإيه هل كان صح لما وافق على جوازهم منها ولا هيجي اليوم اللي يحس إنه غبي إنه وافق أفكار كتير كانت بتلعب في دماغه لدرجة إنه مسك رأسه من الصدع غطى شرق لأن الجوه بالليل بيبرد كان قايم لكنها قامت وبصت له بنوم وعدم فهم في إيه هيكون في إيه الجوه بيبقى برد بالليل غطيتك فيها حاجة دي لأ أبدا شكرا بس هي الساعة كم دلوقتي واحدة صحيح هي مرتبوية لما طلعت قالت لك إيه ما قلتش حاجة كلم مالوش لازمة عمر رجع وقعت جنبها وده كلم إيه بقى الشرق قعدت وحكات له كل اللي حصل وردها على بدرية رغم إنه انبسط من رد فعلها وإنها ما سكوتتش لكنه تكلم بهدوق المرة الجاية ما تردش عليها وبقولي لي وانا تصرف ليه وانا ما عنديش لسانة رد عليها وانا سبها تحين كرمتي وقف سكتها لأ علشان دلوقتي انت بقيتها على زمة راجل المفروض تحترميه ولو قلت لي كنت هعرفها غلطها هي وسناء لكن بالإسلوب ده انت خلتها تنزل تحت وتتكلم وكأنك فعلا غلطانة وكانت عايزة تقوم الدنيا ما تقعدهاش تعمل اللي تعمله ما بس بش حقي وانا ردت عليها باحترام وما قلتش منك في حاجة اللي قل منك هي بدرية اللي جاية تتكلم عنك قدامي وكأنك صبي من صبيان ابوك ومش ابنك انا ما كنتش عايزة اقولك ولا او من الدنيا بس بصراحة انا ما قبلش ان حد يقلل منك قدامي لان دلوقتي على اسمك وقرمتك من قرمتي وبعد اندي حوارات ستات انت ملك متأصب لي انت تخرج من الموضوع خلص علشان ما توجعش دماغك وانا هعرف اتصرف معها ازاي بس لازم تعرف اني ما بحبش احسيني قليلة الا لو حد عاملني كده ممكن اخلي يمشي يكلم نفسه من اللي هعمله فيه واظن ستة بدرية نزلته برج من دماغها طاير فبلش انت تتدقل في الحوارات دي علشان هتتعب ومش هتخلص لان هي مش هتسبني في حالي ماشي عمر غزبنا عنه ضحكة على طريقتها وقام طب يا ستة المحمية انا دلوقتي عايزة اكل واظن انت كمان مكلتيش شوف لنا بقى حاجة ناكلها شرق قامت وراحت ناحية المطبق وهي بتلم شعرها عمر من وراها بيبصلها بابتسامة بسيطة دايق وكانوا عادي بياكلوا في هدوء تام شرق سكتة عكسي تماما قبل شوية وبعد مدة كانت نايمة على السرير وهي بتبصله وهو نايمة على الانتري كانت مستغربة اللي بيحصل مستغربة لكن تطمنت ونامت بعمق وهي بتشد الغطة عليها عادة كم يوم بهدوء وعمر وشرق بيتعملوا على نفس الويتر وشرق مش بتخرج لكن بتنزل احيانا لشقة نجم بدرية كانت متغزة منها جدا لان نجم مبسوط منها لانها نزلت وكانت بتساعد في البيت عمر كان بيقضي طليل وقت مع بدر وبيعملها بهدوء واخر اليوم بتطلع شقتها وبتبدل تتكلم مع امها وناهد وهي بتجهز الاكل لها لانها رغم انها اللي بتجهز الاكل في شقة نجم لكن رفض انها تاكل في اي حاجة وكأنها مش متقبلة ده كانت وقفة في المطبخ بيتجهز الغداء وبتكلم ناهد فيديو كل في الموبايل ناهد قالت بصي بقى هو احنا كده كده هنجيلك بكرة مع السبوع وهنقض مع بعض بصي انا اصلا ما صدقت ان الاسبوع ده عد نفسي اخرج واجي البيت زهق كلكم والعربة اللي اسمها بدر يديكم تاني كم تاني خالص تحس كده تعرفين بيرح نزلت تحت كانت بنتها نظفة البيت ومروقة وفترة وخلص بقى على الظهر كده جيت اعملي الاكل سألت هنعمل ايه قالت لي هنعمل محشي وهي جاي بقرنب وفلفل وورق عناب من السوق قلت وماله دخلت وبدأت جهز الحاجة والخلطة لكن الطماطم اللي هنا ما كانتش كفاية وما جابتش بقى دونس فبقول لها عايزين كذا وكذا قالت لي لا اعملي باللي موجود وتصرفي وعملت ايه منت التلجة بتاعتك فيها كل حاجة كنت نزلت من عندك وبلاش مشاكل ليه ان شاء الله هو انت فكرك هي مش عايزة تجيب الحاجة دي علشان ما فيش فلوس مثلا لا حبيبتي بدري يا عايزاني اعمل الاكل بأي طريقة مش مهم حلو ولا لأ علشان لما يجي يعود يتعشو ويجي هما يقول الاكل ما زخ تقوم تردو وتقول مرت ابنك اللي عاملة بص يناهد بدري يا عايزة تباين اني ما فيش حد زيها واني هشطرة في كل حاجة واني ما بعرفش اعمل حاجة علشان لما تطلع بره تقول ده انا بعلم بنت عبد الرحيم ازاي تطبخ وانها ما بتعرفش تعمل حاجة بجد هي ممكن تعمل كده انت طيبة او يا نهد هو من حظك الحل ان امها تبقى حماتك مزي ست بدري بس انا بعدي طب او عاملت ايه ولا حاجة بعد تعيي لبنت الجيران تجيب الطلبة اللي انا عايزها وديت لها الفلوس من معايا انا كمان مش عايزة مشاكل دلوقتي ولا عايزة او جاعد مغامر لان شكله كده هو كمان عارف انها مستهلة بس بيسير اموره هو انت خايفها لما شعره ولا ايه غريبة يعني اول مرة اسمعك بتتكلم عنه كده هي السنة رغمزة ولا ايه سنة ريت ايه هبلة شكلك حبتي يا جميل سدقي انا غلطانة اني بكلمك شكلك ريئة وفيئة وانا بفرحة ما عنديش خلق للمحن ده محن ومالو بكرا نوضع الحيطة ونسمع الزيتة المهم انا عايزة كيتيجي بقى معايا فاضل اسبوع لفرح يشرق وانا حسن نفسي بغرق ولا عارفة اختر فستا للفرح ولا عارفة هعمل ميقافين ولا حتى عندي اي افكار واخوك بيغزني وانه خلاص جاهز بدلته وجاهز كل حاجة كمان عارفة هنقض شهر العسل فين بيقول هنروح بعض الفرح على طول وانا بقوله هي بنستنى لحد ما قرى يبنا يجو يبركلنا في شقةنا وانا عدد اسبوع الفرح حتى لكن هو دماغ وصر ما قديمة طب ولا هي جدع وبعدين هو احنا هنروح فين يعني روح اقضي اسبوع ولا عشر ايام في اي مكان وبعدين نبقى نجلكه لا يشرق ما ينفعش المهمة هننزل امتى بقى انا وانتي من اول يوم كده يا اختي هو انت فاكرا اللي استفبت بابا لش انا وعدك اننا هننزل يوم من اوله انا دلوقتي متجوزة وانت عارفة يا ناهد والله لو انت شطرة تمبسطي في كل دقيقة فضلة لكيف بيتضابوكي لان في دلع وحنية مش موجودة بعض الجواز اسمعي مني انا انتي كلامك ده ما خليني بفكر لغي الفرح خالص يا بوما يا شروق شو اتفق البلا عليكي ما تزالش يا ستي انت لما بتتجوز شخص انت وهو بينكم تفهم الموضوع بيختلف شكلك عايزة تقلي بها نكد مدام اتكلمتي بالنبرة دي ليه بقى ان شاء الله انتي تعرف عني كده لا افضل بقولك انا هقفل دلوقتي وكلمك تاني ماشي يا ناهد يلا سلام شروق لفت علشان تقفل الموبايل لكن اتفجأت ان عمري واقف وسيندرسه على باب المطبخ شروق بارتباك مش تقول حاجة خضتني لا ما انت سرحانة مع بنت خلتك انا هنا تقريبا من نص ساعة وانتي مش ملك كزا طب هو انت واقف من امت بالزبط من وقت موضوع المحشدة اه طب انت كنت عايز حاجة لا ولا حاجة كنت عاوز اقولك انه خلاص ولا حاجة طب انت عايز تاكل لا مالش نفس بس هو انت كل حاجة بتحصل هنا بتحكيها لبنت خلتك شروق سقطت وهي مش عارفة ترد يعني بتحكي كل حاجة شروق اول مرة تحس انها مش عارفة ترد على حد والاول مرة حد يحرجها لكن اتكلمت وهي بتبص في كل اتجاه ما عادة انها تبص له مش كل حاجة كل حاجة بس احيانا بكون متغزة من حاجة او ببقى لازم اتكلم مع حد ومباردش اتكلم مع ماما لانه ممكن تتكلم مع حد من خلتي والكلامين تنقل لكنها طول عمرها بتكتم اسراري وبعدين هي صحبتي الوحيدة اظن يا شروق ان حياتنا دلوقتي اختلفت انا مش بقول كده علشان تحسي اني بقلل منك او من صدقتك ببنت خلتك بس مهما كان دلوقتي انتي ما ينفعش تخرجي اسرار بيتنا ويا ستي لو في حاجة متغزة منها ممكن تيجي تتكلم معي وانا مش هطلع اقول كلامك لحد برا بس اتمنى ان ده ما يحصلش تاني ولو جيتي في يوم تحكي لي حاجة وما قدرتش اسمعك يبقى لك الحق تتكلمي مع اللي انت عاوزها شروق ما ردتش وهي بتبصر وسكتة لانها مش عايزة تكذب ولان نيتها انها ترد الابو ازهي تابوها ولانها مش قادرة تنسى ولا قادرة تسامح نفسها ونفسها اكتر تكمل حياتها وهي محياء وهي شيلة من ذكريتها اليوم ده لكن مش قادرة كان عقلها بيتنامرض على رغبتها من النسيان عمر لاحظ تغير ملمحها وسرحنا قرب منها وحطي ايده على رأسها انت كويسة اه اه كويسة بس الاكلها يشيد تمام طبعا انا هخرج صحيح انا هنزل الشغل بعد بكرة تمام ماما هتيك بكرة هي وقريبة انت عارف الاسبوع ده كده عمرها الزراسو بالموافقة وهو خارج يشرفه شروق فضلت تبص نحيته وغمضت عنها وحطت ايدها على قلبها بارتباك وتاني يوم كانت صحية منهم بدري فطرت هي وعمر وهو نزل لكنها فضلت قادرة مستنية لحد ماما متهرنت عليها وقالت لها ان هما جايين في الطريق وبعد نص ساعة سمات سو الزغريت في الشارع وهم بيدخلوا البيت بدريا في استقبلهم لكن سعاد سلمت على طول وطلعت على شقة شروق عد حوالي ساعة لربع وكانوا كلهم مشيوا معده سعاد اللي فضلت قادرة معها وملحظة انها متغيرة حاولت تتكلم معها لكن شروق ما كانتش بتقول حاجة غير انها كويسة وفضلت تتكلم معها عن عزة اخوها وفرحه وسعاد قالت لها سمير من عمتك هيجي باللي لي باركلك وعمتي هاتي جي معه ولا هيجي لوحده عب كده يا شروق ده عمتك بصراح يا ماما مش بتنزلي منزور مش علشان حاجة والله من وانا صغيرة مش بارطح لها طب اللي عليك انتي بتحس ان عمتي بتحب اننا الخير فكرة يوم ما انا قلت لا مش موافقة جوزة منها قطعت ابويا وفضلت تتكلم علي من ورانا وكلام وصلنا والله ما كنتش بشوفه غير اخويا وبس وهي قالت اي بقى انا ابن المحامي هي ترفض فكرة لما دعت علي ان حالية توقف لا يا ماما ده انت اللي طلعت طيبة بزيادة ده عمتك يا شروق حتى لو عملت ايه لما تيجي اتعملي معها حلو بدل ما تخرج تتكلم عليك برا وانا عمري ما تعملت معها وحش يا ماما طلع عمري بكرمها بس هي بتنسني في حدود مفروض اني نعيلة ما تطلعش تتكلم عن ولد اخوها وانت عارفة كل الكلام اللي تقال عارفة يا بنتي بس علشان خطر يستحمليها هي طيبة والله بس مشكلتها انها بتتكلم كتير والناس بتاخد الكلام وبتحط عليه شوية من عندهم علشان يوقعوا النفس في بعض حضر يا ماما حضر يا حبيبتي هشلها فوق راسي سعد فضلت تتكلم معها لحد ما قامت ومشيت وثابتها وبالليل شروق كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون وعمري قاعد جنبها لحد من جرس البابران كانت هتقوم تفتح لكنه قام استني انا هفتح عمري قام فتح الباب ولقى سهير عمية شروق وابنها سمير عمري بابتسامة يا اهلا يا ست سوير نورتي اتفضلوا سمير دخل وسلم على عمر عمري كان متذكر ان سمع منسوبيا ابو ان سمير تقدم لشروق قبل كده وانها رفضت لان عمتها اتكلمت مع ناس كتير وفعلا الكلام تنقل وهو بيوصل عمري بابتسامة حده وهو بيسلم عليه اهلا يا سمير منور الشروق قامت وسلمت على عمتها ماد ييده يسلم عليها لكن بسرعة عمري وقف جنب الشروق وحطي يده على كدفها وبابتسامة قال معلش شروق مش بتسلم غريب مع انها كانت بتسلم علي عادي اصلها قررت تلتزم معلش بقى يا سمير شروق غزبا عنها دحكت دحكة بسيطة وباستغرب وهي بط بص العمر سمير وهو بيعد بإحراج على العموم الف مبرك يا شروق سهير قالت بخبز لقنا على بعض بنتي جزار وتجوزتي جزار شروق بابتسامة جميلة ومالك جزار يا عمتي سهير معرفة شطرود دعليها وشروق قامد تضيفهم مر اسبوع بمنتهى الهدوء والقريحية عمر نزل الشغلة تاني وشروق كانت بتنزل مع ناهد علشان يختار فستان الفرح ويحجز كل حاجة شروق كانت أعضف مطعم مع ناهد ناهد قالت انت متأكدة ان فستان الحنة مظبوط مش كده انا مش هعجبني شكل الدراع عايز اكلم القتليه بيت بطلي بقت نرفزيني دي تالت مرة نغير فيها الفستان ده انت تغذي أسكر في التغيير انت متأكدة انك عايزة تتجوز يا عزة أخويا والله انا خايفة تيجي بعد شهر تقوليلي لا انا زهقت من الجواز تعال نغير بصي الفستان جامد بشكل طحفة يعني استراحة فهدي بقى بالله عليقي لانك صدعتيني وانا فيه ميت حاجة في دماغي أصلا إلا واخد عقلك يا أتا عقل فراسي يا خفيفة بس بفكر دلوقتي هل ممكن حده مش كويس من وجهة نظرك يكون كويس في الحقيقة أقصد يعني لو في حد كنت بتشوفي صايع هو بلطقي يطلع غير كده بعد كده واضح انك عقلك فراسك بدليل انك مش عارفة توضحي كلامك بس بصي هو احنا ممكن نكون حكمنا غلط من الأول لكن ممكن مع الوقت نغير رأينا ده بناء على مواقف تانية هي اللي بتخلينا نغير رأينا بقولك إيه انت الفستان بتاعك جامد وتطريزه هادي بس بقى القلب غالب ياخد يكون فوناك يا ابن نجم ده انت مستهلة طب خلينا نطلب حاجة دلوقتي لانك ده هتأخر وبعد يومين بالليل عمر طولي اليومين اللي فاتو كان بيتأخر في الشغل كعدو العصري كانت نزى شقة حماها كان عمر في الشغل عملت الغداء مع سناء اللي كانت بتبصلها ومش بتتكلم خلصت اللي وراها وكانت طلع شائتها لكن مندو بالتوصيل وقفها على السلم وسلمها الفستان وهي مضت له على إصالة تسليم وبالليل شرق حطت الفستان اللي هتروح به الحنة على السرير بعدما زبطوا لها القتلي زي ما هي عايزة وقفت قدام المراية وهي مسكة الفستان ابتسمت بهدو لأنها بتحب اللون ده أخدته وغيرت كانت زبط زي ما هي عايزة دحكت بخفة وهي بتبصل إنعكاسها لكن اتفزعت لما سمعت صوت باب الشقة بيتفتح مش هايزة يشوفوا دلوقتي لكن قبل ما تحاول تعمل أي تصرف كان الباب تفتح ودخل عمر اللي كان بين عليه الهزلان بصلها باستغرب لكنه صفر بإعجاب وهو بيقرب منها أنا أنا كنت بجربه بس شكل جميل قوي ولون جميل عليكي شروق ابتسمت بخفة وهزت رأسها باستغرب أنا كل الألوان بتلق علي أصلا المهم أنت كويس أكويس شكلك تعبين هو الشك أصفر لأ أبدا أنا بس قطعته فجأة وهي بتحطي إيدها على رأسه أنت حررتك علي عمر رجع خطوة الورب جدية مفيش يشرق بس سخن شوية حصلين وانت خايفة كده لي بطر خيمة وقل لي مالك ولا حاجة يا ستي أنا بس خرقت بدري وشربت موياسا على الصبح وما فترتش إلا بعض الظهر فحاسس إني همدان شوية عادي يعني حصلت كتير قبل كده فأخده شوى نام هبقى كويس شرق منطرقته اللي بيتكلم بيها حست إن ما كانش حد مهتم بي قبل كده حتى لو تعب وإن كلهم أهملوا لحد ما هو نفسه بقى يحس إن التعب مش مستهل القلق قربت وحطت إيضاء على كتفه انت بدخل خدش وانا هجب لك هدوم عمر بصل إيديها وبصلها لكن سبها وخرج من القوضة وهي بتبصله اتنهدت بحزن وهي بتخرج له هدوم وراحت الدتهم له ودقلت المطبخ عملت له مشروب سخن وبدايت تعمل أكل خفيف وبعد ربع ساعة دخلت القوضة لايته قاعد على السجل وبيتراج وهو متغطي كويس انت شكلك تعباً قوي استنى هيسلك الحرارة لا أنا كويس بس أنا مش بستأذن أنا مش بقول لك رأي ده قرار أنا كويس بس ساقعني شوية بلاش عند في المرض لو سمحت مش هناد بس أنا مش بحب الطريقة دي أصدق مش متعود عليها ولا متعود إنك تلاقي اهتمام بس أنا أسفة أنا مش هسكت أنا مش هسكت واستنى رأيك وقرارك زي ما بتقول قامت وراحت نحية السرير أخدت الترموميت رجعت تأسله الحرارة لكن بصت له بدهشة لأنه حررته مرتفعة مع ذلك بيحاول ليبين إنه كويس أنت بتهذر أنا هبعد حد يجيب لك مخفض حرارة عمر ما كان شو عنده تقايره ادعليها وهي فعلا قامت نزلت لجقة حمها وطلبت منه أن يجيب دولي وطلعت بعد دقيق ودخلت ودت له مشروب دافي وهو شرب جزء بسيط وما كانش قادر يكمل بعد شوية طلع نجمعه معه دكتور ادى له الحونة واكتب له على دواء وبعدها كلهم نزلوا شروق بصت له وهو نايم قربت بهدوء وفضلت قاعدة غنبه بدأت تعمله كما دات لحد ما حررته نزلت بالتدريج فضلت قاعدة غنبه وكأنها بتحاول تدفيه لحد ما نمت هي كمان من غير ما تحس عمر فتحه إني بكسل وتعب وهو حسس بوضع رفع إيده ابتسم لما شف شروق بتفتح الستير وبتبصله صباح الخير هامل إيد الوقتي قويس بس هو إيه اللي حصل آخر حاجة فاكر ها إني جيت وإنت كنت بتقيس فستان وبعدها اللي حصل إنك كنت تعبن شوية وحررتك مرتفع وانا نزلت طلبت من والدك يجيب دكتور ودلك دوة آه طيب ومين اللي عمل لك كما دات هيكم من يعني المهم سيبك من الكلام ده كله يلا علشان تفتر وعلى فكرة في كم حاجة كده تغيره ولازم تعرفهم أولا ما فيش خروج قبل ما تفتر ثانيا ما يسعى من الفليزر تاني ممنوع سالسا بقى وده شرط ما فيش تدخين تاني أنت فهم أنت بتدمر نفسك إزاي بكمية السجار اللي بتدخنها دي واتمنعيني إزاي بقى أنا أصلا مش فارق معي إذا كان دي صحتك أنت وإنت مش مهتم أهتمنا لي بس تحب أفقرك بحاجة أنت قلت هين فرحنا أنت قلت لي أننا محتاجين وقت نفهم بعض ونعرف إذا كنا هنقدر نكمل سواء ولا لأ بس بالطريقة دي أنا مستحيل أقدر أكمل مع شخص مش فارق مع صحته إزاي هأمن على نفسي معاه بأي منطق آه ده معنى أنك عايزة تكمل حياتك معي علشان كده بتشترط علي شروق دايقت من الطريقة اللي هي بتتكلم بيها وأحسسها من جوها إنها خايفة علي لكن مع ذلك اتكلمت بوضوح لأ بلان معاك القطول فر تفتكن لو مش عايزة أكمل معاك كنت قلقت علي قطول الليل كنت صهرت جنبك بصي يا عمر أنا لما دخلت البيت ده كان في دماغي حاجة واحدة وبس هي إن أقصر أبوك أخليه يفهم إنه بنى عدوة ملهاش آخر لما رفعها على أبويا وحاول يخلص عليه بس هو ما بناش العدوة دي مع أبويا لا ده قرهني أنا فيه وفيك وفعلتك كلها أنا لحد دلوقتي لو جاء قدامي فرصة إنه تخلص من غضبي وأقرهي لي هعمل كده ومش هتردد بس إنت عارف أنا ممكن أبطل أقره إمتى يوم ما أحس إن ده من نفس الكاس حسب نفس الرعب اللي أنا حسب بيه لما حاول يعمل كده في أبويا يمكن كرهي لي ما تغيرش كتير بس فكريتي عنك اتغير لو شوية صغيرة وعلشان أمي بس بحاول ما عملش حاجة وجاها بها بحاول ما خليهاش تتقهر علي بحاول أغير وجهة نظري وأشوفك حد كويس وأعيش عادي زي أي بنت تتجاوز عمري كان مستغرب جرائتها فإنها تقول كده على نواياها وإنها ما تتمنش لأبوه غير الشر ومستغرب خوفها علي لكنه في نفس الوقت لمبالة في طريقتها وكلمها مش فاهمها ده أنت لسا فاكرة بقى علشان كده وفقتي تتجاوزيني بس واتنسي إني مو زي المعلم نجم ولا حتى زي المعلم عبد الرحيم وإني يوم الخناءة كبيرة أنا اللي منعت أبويا واتدخلت منهم عملت كده علشان تحمبوك أكيد هعندك حق بس مش علشان أحمبويا علشان أنا فاهم إني في فرق بين البناء أدمين والبهيم مفيش بناء أدم عائل يساوي بين الاتنين يشرق لو كان حصل اللي حصل كانت هتبقى مقزرة ملهاش آخر من علتك ومن علدي كلنا بنغلط أبويا غلط زمان وأبوك كمان أنت ما تعرفي السبب الخناءة دي وأكيد مش هيحاول يعمل كده في أبوك من الببل الطق عمر افطر أنا مش عايزة تكلم في الموضوع ده ويريت لو سمحت تقفله أنا هفكر في الموضوع التدخين ده وما تبقش أموسة كده أنا أموسة لا أنت اللي رخم أنا رخم الله يسمحي هيسمحني إن شاء الله قعدت قدامه وهي مش عارفة ليتكلمت بالطريقة دي كان نفسها الأرض تتشقق وتبلعها أو حتى تكون بتتخيل إنها قالت كل اللي جوها لكن مش حلم عمري كان بيبص لها وعلى وشه ابتسامها دي وهو متفهم إحساس القره والغضب اللي جواها وبيفكر إزاي يخليها تتجاوز مشاعر الغضب دي وبعد كم يوم في فرح أخو شروق كانت طولي اليوم على تواصل مع نهد فيديو كول دخلت الشقة الساعة خمسة بعد العصر وهي متسربعة وبتتكلم في الموبايل شروق مسكت الموبايل بارتباك لأنها بقالها كم يوم بتحاول تتجنب الكلام مع عمري لكن كانت مضطرة تكلمه علشان تعرف هيجي إمتى لأنه هو اللي هياخدها لناهد يعني كان لازم أقوله اللي قلت له ده ما يشرب سجهر ولا يامل اللي هو عايزه أنا كان مالي كنت أخلفته ونسيته كان لازم أنسحب من لساني وأقوله إنه عايزه يتغير والهبد اللي قلته هو ده كله وأنا من يومها وأنا بعمل نفس نايمة لكن مش هقدر أهرب منه النهاردة النهاردة فرحة هي ولازم ييجي بدري تقطت وفتحت الموبايل بسرعة لكن وهي بتبص الرقمه وبتسأل نفسها تتصل ولا لا دقطت على اسمه بسرعة ورنت علي لكنه ما ردش حوالي أربع مرات كان الموبايل بيرن وهو مش بيرو دالها ودأ لها افلت الموبايل ودخلت قدتها وبعد نصف ساعة عمري فتح الموبايل بتاعه بعد ما خلص شغل لكن الدايق أنه ننسى نفسه والوقت عدى بسرعة حوالي تسعة مكالمة منها عمري بديء لنفسه غبي هو ده وقته تعمل الموبايل صامت وتنسها خلص كده كان طلع يستلم بسرعة لكن وقف لما شف بدريا وقف قدام باب شأيت أبوه وبتبصله باستغراب بالراحة يا عمري ما لك مستعجل أوي كده ولا السنيورة وحشتك يا فتح يا عليم فيه يا مرات أبويا نعم حتى نقرك من نقر مراتي ليه بالصراحة آه وحشتني وحشتني كمان أوي في حاجة مزع لك بقى وانا هزع ليه يعني ده نتمنى لك الخير انت وبدري ده انتم زي ولادي وبعدين زي ليه منت ولادي فعلا انت نستانا تجاوز تابوك وانت لسه عندك 15 سنة يعني أنا مربياك يا مرات أبويا ما تجي معي سكة ودغري وقلي لي في ايه بالصراحة كنت عايزك في موضوع يخص خطب سنة بص الموضوع عايز قعدة مش على الباب كده لا طالما كده يبقى يتأجل لوقتي تاني النهاردة عندنا فرح ولا ايه رأيك يا ابني الفرح لسه الساعة 9 والساعة دلوقتي 7 لربع تعال باستحكي لك ويتأجل يا مرات أبويا يتأجل وبعدين شروق لازم تروح بدري ده فرح أخوها ولا انت عايزهم يقولوا وبقى ازايها زي الضيوف تيجي معهم اتقل له بدريا بصت له بدي وهو طلع شاقته وحاسس انها قصد تأخره لكن مش حابب يعمل مشكلة لانه عارف ان أبو بيحبها أو بمعنى أصح دايما في صفها وهو ما بقاش عايز مشاكل دخل شاقته وكان البيت هادي جدا وما فيش ولا صوت لشروق راح نحية قطه لقى هواقفة قدام المراية سلام عليكم وعليكم السلام معلش أنا نسيت خالص والموبايل كان صامت بدلت قالت طربيزة جهزة ممكن تاخده شوفة جهزة لانهم كلموني كتير وراحوا يعملوا استيشان هنروح لهم على هناك شروق انا بجد ما سمعتش الموبايل مش فرقة يريد ما تتأخرش لان مش حملة تأخر اكتر من كده خرجت من القوضة وكانت جهزة فضلت قنضى في الانتريم الديئة انه اصلا نسفرح اخوها رغم انها اكدت عليه انها المفروض تكون معهم من الساعة خمسة ونص وبعد نصف ساعة وصلوا سوى المكان استيشان شروق سلمت على ابوها وامها وحضرتهم عمري سلم عليهم وتزلهم عن التأخير بسبب شغله وهم تفهموا ده ونقول ستوب لحد هنا هي ترقيه اللي هيحصل بين عمري وشروق هل شروق فعلا حبته ولا ايه اللي هيحصل وهل بدريها تسكت على كده ولا في حاجة كتير هتحصل كل دو اكتر هنعرفوا في حلقتنا الجاية ايه استنونا ولا وصل معنا لاخر الحلقة يعمل الشرق للقناة ولايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر